لكن خلينا أقرأ آية اللي هي بتعطي الأمل والرجاء حتى في هذه الصورة الصعبة جداً اللي هي سفر التكوين إصحاح 3 والآية 15 اللي احنا منسميه الوعد المسياني الأول بمجيء المخلص وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبهم فمنشوف هنا صورة الفداء وإذا ممكن تكلمنا عن هذه الصورة عن خطة الله لفداء الإنسان دي الجزء المشرق في هذا الأصحاح اللي كان كله ظلم الحيام الموقف كان آتي أن أجرة الخطيئة موت فلازم يتدفع هذا الموت فالرب ألبسهم أقمصة من جلد لأنه ما فاتش موضوع الأوراق التين بالضبط لأنه دي حاجة مؤقتة وهتضيع ومشبر فالرب دبح حيوان وسال دمه ونفس الإنسان هي في الدم عشان كده ده وسيلة التكفير أنه لازم بقى فيه موت فالحيوان اللي ما عندهش إرادة حرة كان مثال لحمل الله الوديع الرب يسوع المسيح اللي هيجي عشان يخلص العالم فألبسهم أقمصة من جلد وده كان فكر الفداء فيه سؤال مهم قوي يا أسيس نزار يقول لك طب آدم أخطأ أنا زنبي إيه ليه أنا أخذ عقوبة آدم تعال نفكر أن آدم هو رأس الخليقة البشرية هو رأس المخلوقات كلها فلما سقط آدم سقطت الخليقة البشرية كلها فإحنا كنا ممثلين في آدم في وقت السقوط بمعنى أنه لو كان آدم مات إميديت لهو أو حواء ما كناش إحنا هنكون موجودين فإحنا في سقوط آدم سقط الجنس البشري كمجموعة مش بس كشخص علشان كده إحنا لما بنتولد في العالم دلوقتي بيبقى عندنا النزعة للخطية ما نحتاجش نعلم ولد أو بنته صغيرين إزاي غير من أخوه أو أخته ما نعلموش إزاي يجذب هو بيجذب ليه؟ لأن فينا الخطية فالخطية the root and the fruit بمعنى أن دي الأساس واللي بتطلع ثمار الخطية فالخطية هي عدم تحقيق الهدف فالبشرية لم تحقق الهدف في آدم وإحنا لما بنولد في الجنس البشري بدون المسيح مش بنحقق الهدف لكن لما نبقى في المسيح بنحقق الهدف بشأن هيك الكتاب المقدس في كورونت في سؤولة 15 بيتكلم عن آدم الأول أيوة اللي أخطأ واللي سقط وسقطت ذرية معه وبيتكلم عن آدم الثاني اللي هو المسيح أو آدم الأخير رب يسوع المسيح بالضبط عشان كده الناس اللي عايزة تنكر آدم الأول بتنكر آدم الأخير على فكرة من غير حتى ما تكون تقصد والكتاب بعد إذنك إذا ممكن أقرأ آية في روميا 5 آية 12 مكتوب من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع بقول ولكن ليس كالخطيئة هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين وهكذا بيكمل بنفس التسلسل في الإصحاح نشوف يعني بشكل واضح إنه إحنا أخطأنا في آدم هاي الحقيقة آدم أخطأ وإحنا أخطأنا فيه فلو أنا كنت مكان آدم كما رح أرتكب نفس الخطيئة ما أقول تتعلم ولد أو بنت إزاي يعمل الخطأ في تجربة واحد سايكولوجست عملها جاب أولاد صغيرين وبنات ثلاث أربع سنين عيال أبرياء حطوهم في قضة يلعبوا بألعاب كتيرة وبعدين حطت لعبة على الجانب وقال محدش يلمسها سابهم لمدة ساعة رجي عمل لهم انترفيو واحد وراء الثاني أنت لمست اللعبة كلهم نفوا لكن هو كان حاطت كاميرا مسجلة الموقف كلهم لمسوا اللعبة الممنوعة مين علمهم يتعدوا على الوصية ومين علمهم يجذبوا عشان يغطوا تعديهم على الوصية ده الطبيعة الساقطة اللي جوانا فإحنا بنولد بطبيعة ساقطة عشان كده محتاجين لفداء المسيح عشان يدينا الطبيعة الإلهية بسكن الروح القدس فينا وفي الإنسان المؤمن بيبقى فيه صراع بين الإنسان العتيق والإنسان الجديد لحد ما ييجي المسيح ونتحرر من الإنسان العتيق وناخد الجسد الممجد فشوف قد إيه فكرة خلاص كله مرتبط بطاعته بتكوين أصحى ثلاثة لو لغينا سفر التكوين أصحىات الأولى كل حاجة هتقع كل حاجة ما يبقاش معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة